السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن كيفية عمل ترتيب تلقائي للجدول عند الادخال باستخدام الدالة لسورت نبدأ على بركة الله عندنا هذا المثال لجدول يحتوي على عمود الاسم ثم عمود قيمة الراتب ثم عمود الفرع لتطبيق المعادلة في البداية نحدد صفة العناوين وننسخه ثم نضعه في المكان الذي نريد أن يظهر فيه الجدول المرتب مثلا في هذا المكان هذا الشكل نذهب إلى أول خلية في أول عمود ونستدعي الدالة لسورت من خلال كتابة يساوي ثم سورت هذه الدالة ننقل عليها بالزر لايسر للموس مرتين فيتم إدراجها نذهب إلى fx insert function أو إدراج دالة تظهر لنا نافذة الدالة نتكون الدالة سورت من أربعة أجزاء الجزء الأول هو جزء الاري أو نطاق الخلايا التي تريد أن تقوم بترتيبها نحدد نطاق الجدول بهذا الشكل الجزء الثاني من المعادلة هو سورت اندكس وهو رقم العمود في الجدول الذي سنقوم بالترتيب بناء عليه سنقوم بالترتيب بناء على قيمة الراتب من الأعلى إلى الأسفل ترتيب عمود قيمة الراتب 2 1 2 نضع في هذا المكان 2 سورت أوردر في حال كنت تريد أن يكون الترتيب تصاعدي تضع 1 وفي حال أردت أن يكون الترتيب تنازلي تضع سالب 1 طبعا الافتراضي هو 1 أي تصاعدي نضع سالب 1 يكون تنازلي أي تكون قيمة الراتب من الأعلى إلى الأسفل الجزء الرابع والأخير من المعادلة وهو اختياري أيضا هل تريد للمعادلة أن ترتب الصفوف أم تريد للمعادلة أن ترتب العمدة في حال أردت أن يتم الترتيب حسب العمدة تضع 1 أو true وفي حال أردت أن يتم الترتيب حسب الصفوف وهو الافتراضي تضع 0 أي false ثم نضغط على OK تلاحظ أنه تلقائيا تم إنشاء جدول موازي للجدول الأساسي ولكن تم ترتيبه بناء على قيمة الراتب كما تلاحظون من الأعلى إلى الأسفل الآن لعدلنا أي قيمة في الجدول الأصلي مثلا هذه القيمة لوضعناها مثلا 1200 مثلا وضغطنا على Enter يتم تعديل الجدول الخاص بالمعادلة كما تلاحظون الآن لو أردنا إضافة مستوى آخر للترتيب مثلا عندنا الراتب 820 يشترك فيه أكثر من موظف كما تلاحظون ولكن من أكثر من فرع الآن لو أردنا أن يتم ترتيب الراتب ثم يتم بعد ذلك ترتيب الفرع أبجديا نرجع إلى المعادلة من خلال الذهاب إلى أخلية المعادلة في هذا المكان ثم نذهب إلى Fx Insert Function أو دراج دالة ثم نذهب إلى الجزء الثاني من المعادلة وهو Sort Index أي رقم العمودي الذي سيتم الفرز والترتيب بناء عليه ثم نضع قوس بهذا الشكل خلال الضغط على Shift و حرف G مع تأكد من تحويل لغة المفاتيح إلى الإنجليزية ثم نضع فاصلة أو فاصلة منقوطة حسب إعدادات جهازك في حالتنا نضع فاصلة منقوطة ثم نختار رقم العمود الذي سيتم الترتيب عليه بعد عمود قيمة الراتب وهو ترتيبه في الجدول 3 1 2 3 نضع 3 ثم نغلق القوس ثم نضغط على OK تلاحظ أنه تم الترتيب في البداية حسب قيمة الراتب ثم بعد ذلك حسب الفرع نليا إلى الألف لأننا اخترنا الترتيب التنازلي الآن لو أضفنا بيانات جديدة فيها الجدول مثلا كتبنا تامر ووضعنا الراتب مثلا 800 ثم الفرع الرئيسي تلاحظ أن البيانات الجديدة لا تدخل ضمن جدول المعادلة لعمل ذلك بحيث عنده إضافة أي بيانات جديدة في جدول الإدخال أن يتم تلقائيا إدخالها في جدول المعادلة نحدد أي خلية داخل الجدول جدول الإدخال ثم نضغط على Ctrl-T تظهر لنا نافذة Create Table أو إنشاء جدول تأكد من وجود علامة الصح في مربع اختيار MyTable hasHeader ثم نضغط على OK لذلك تم تحويل جدول الإدخال إلى جدول ديناميكي نذهب إلى خلية المعادلة ثم نذهب إلى Fx Insert Function أو دراج دالة ثم في خلية الرئيسي أو المصفوفة نحذف ما قمنا بإدخاله ثم نحدد الجدول بهذا الشكل ليكون الرئيسي هو كامل الجدول بهذا الشكل ثم نضغط على OK لنوضفنا أي اسم جديد تلا نتامر مرة أخرى الراتب مثلاً 950 مثلاً الفرع الرئيسي ثم نتم الإدخال كتبنا مثلاً أحمد مثلاً 120 الغرب تلقى إياه أن يظهر فيه الجدول المرتب طبعاً نمكننا أن نعمل ورقة عمل خاصة بها الإدخال وأن يظهر الجدول المرتب في ورقة عمل أخرى مثلاً وردنا أن يتم الإدخال في هذه الورقة وأن يظهر الجدول في هذه الورقة مثلاً نسميها نحسب قيمة الراتب الآن ننسخ عنوين الجدول ثم ننسخ المعادلة ونذهب إلى أول خلية في الجدول الجديد ونلسق المعادلة بهذا الشكل ونحذف هذا الجدول لنندى الإدخال في هذا الجدول لتظهر البيانات مرتبة حسب قيمة الراتب ثم الفرع في الجدول الموجود في الورقة الثانية لنذهبنا إلى ورقة عمل الإدخال لو ادخلنا يسم جديد مثلاً رامي وادخلنا بياناته الآن ذهبنا إلى جدول المرتب في الورقة الثانية تلاحظ أنه تم إدراجه ضمن الجدول ووضعه ضمن ترتيبه في قيمة الراتب بهذا الشكل أشكر لكم حسن استماعكم وأرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته